دوران النواة الدافلية للأرض يتباطئ تؤكد البيانات السزمية التي تم الحصول عليها على مدى عقود أن دوران اللب الدافلي للأرض يتحرك بشكل أبطأ من سطح الكوكب بدأ دوران اللب الدافلي للأرض في التباطئ منذ أكثر من عقد من السمن مما أدى إلى تغيير طول أيامنا بأجزاء من الثانية أمشأ باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا يوأس تصورات لحركة النواة الداخلية باستخدام البيانات الزلزالية المسجلة من الزلازل المختلفة والافتبارات النووية وكلاهما يرسل افتزازات عبر الكوكب ومن فلال قياس سرعة وتفاعل الموجات الزلزالية داخل طبقات الأرض يستطيع الباحثون تقدير موقع وحركة اللب الداخلي وتؤكد الدراسة أنه منذ عام 2010 تقريباً كان اللب الداخلي للأرض يتباطئ أو يتراجع مقارنة بسرعته في العقود السادقة كما أنه يتحرق بشكل أبطأ من سطح الأرض وفقاً لبيان صادر عن جامعة جنوب كاليفورنيا وقال جون فيدال المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ علوم الأرض في جامعة جنوب كاليفورنيا في البيان تباطئ اللب الداخلي للمرة الأولى منذ عدة عقود لقد ناقش علماء أخرون مؤخراً نماذج مماثلة ومختلفة لكن دراستنا الأخيرة توفر الحل الأكثر إقناعاً اللب الداخلي للأرض عبارة عن كرة سافنة وكثيفة وصلبة مصنوعة من الحديد والنيكل وتقع على عمق ثلاثة آلاف ومئتان ميلاً خمسة آلاف ومئة وخمسون كيلو متراً تحت أقدامنا وهو محاط بقلب خارجي من الحديد والنيكل السائل ومغطاً بغطاء صخري صد تظهر الدراسة الجديدة أن سرعة تباطئ النواة الداخلية ناتجة عن الحمل الحراري داخل النواة الخارجية للحديد السائل والتي تدعم المجال المغناطيسي للأرض وسحب قوى الجاذبية في الوشاح المغطي وقام الباحثون بتحليل البيانات الزلزالية المسجلة خلال 121 زلزالاً متكرراً حدثت حول جزر سندويتشا الجنوبية جنوب المحيط الأطلسي بين عامي 1991 و2023 بالإضافة إلى بيانات من العديد من التجارب النووية حول العالم للوصول إلى استمتاجاتهم من الناحية النظرية فإن تكرار الزلازل من شأنه أن ينتج مخططات زلازل متطابقة لأنها تحدث في نفس الموقع ولهذا السبب فإن مقارنة البيانات الزلزالية من نقاط زمنية مختلفة يمكن أن تكشف عن التغيرات الموجودة تحت سطح الكوكب كشفت التغيرات الطفيفة في المدة التي تستغرقها الموجات الزلزالية للانتقال عبر الأرض في أوقات مختلفة من تاريخ الكوكب عن تباطئ النواد الداخلية وقال الباحثون أنه على الرغم من أن هذا التغير قد يغير طول اليوم بأجزاء من الثانية إلا أنه لن يكون ملحوظا هل كانت الأيام على الأرض دائما 24 ساعة؟ كان يوم الأرض أقصر بخمس ساعات ومن المتوقع أن يستمر في الإطالة بمرور الوقت مرة كل 24 ساعة تكمل الأرض دورة واحدة حول محورها مما يمثل يوما واحدا على كوكبنا